اشتركوا في القناة لشهاب الليلي مع فريق بابجدي السياة بدأ الموسم باللعب على ثلاثة واجهات واليوم ما تبقى كان المراهن على لقب كأس تونس وكأس الكاف بعد فقدان المراهن على لقب البطولة رحلة الكوتش الليلي مع النادي الفريقي في البطولة بدأت مع الجولة السابعة في المرحلة الأول ثمانية مباريات في النصف الأول من السباق حقق خلالها ربع انتصارات زوز تعادلات وزوز هزائم الفريق كمل في المركز الثاني برسيد 27 نقطة وبأحسن خط هجوم وثاني أحسن خط ديفية في البلايوف وقبل جولة من النهاية شهاب الليلي خاطت تسعة مباريات حقق العلامة كاملة في أربع مناسبات انهزم في أربع لقائت والتعادل الوحيد كان في سفاق ضد السياسيس نتائج متغيرة خلت الفريق يحتل المركز الثالث برسيدة 12 نقطة ويفقد المراهن على لقب البطولة منذ جولات الفارق لكن النقطة السلبية لجمهور السياة أنه الفريق فاز في مباراة وحيدة ضد الفراق التقليدية كانت ضد السياسيس في تونس في المقابل انهزم ضد التراجي والناجم ذهاب نوعية من البطولة الكائس تونس النادي الفريقي تحت قيادة شهاب الليلي انجح في الوصول لنصف النهي بعد تجاوز تاذى أدوار سابقة بسلام ضد النادي البنبلي وهلال امساكن والنادي البنزارتي وكل المواجهات خاضها السياة خارج ميدان من المسابقات المحلية إلى المشاركات القرية فريق باب جديد ما كان منبلوغ دوري المجموعات من كأس الاتحاد الأفريقي بعد غياب ستة سنية السياة لعبت ثلاثة مباراة في الأدوار التامهيدية ومباراة أولى في دوري المجموعات والحاصيلة أربع انتصارات في أربع مباراة وبقوة هجومية كبيرة بعد تجيل وثمنتاشة هدف ومعدل أربع فاسد خمس هدف في كل مباراة رغم المشاكل المادية والإصابات والظروف الصعيبة اللي مر بها النادي بأن الفريق يبقى قادر بقيادة شهاب الليلي على إنقاذ الموسم بالحصول على الكأس المحلية وكأس الكار شهاب الهدف اللي جيت على خاطره لنادي الفريق يتحقق ولا مازال شوف نتكلمه على تقييم أو نتكلمه على أهداف ننسى ديما العامل العمل بالنسبة لي أنا في كورة قدم خاصة لأنه ميدانة كن في يكون مع أنت الملاحظ أو المباشر من القريب يحب تكون وتجيب اللقب وهذا كل في وقت قياسي أنا جدون ناتي مثال سار سني مورين وجل منشستر ونيت اللي ريفيرانس في الفوتبول اللي صار في ألف مليون يورو جاي بول بوكبا وجاي لبرايموفيك ترتبوا سيدس توا صادق سيدس أكثر من كيك بيب غورديولا اللي حياتي وكام لما عدا عامة غير مهزا تتر جاي سني لسيتي عنده 26 جوار انترنسيونو والرابع يلعب على البلاسة في الشاب بيزليك علش عديت المثال هذا لانه وقت نجيبه مدرب منا نجموش احنا نماشين في الثنية ونعطره في تيتر تيتر يتخدم له عام وثنينو بالإكزامل أنا لديو كونكوران متع نادي الإفريقي السني اللي هم الترجي والإتوال عندهم أكثر استقرار استقرار على المستوى الفني وعلى المستوى الإداري يعني فهم استقرار الاستقرار هذا يولد أنه فهم عملاء والإتوال هزة الشامبينة وسنانبي والإتوال والإسبيغانس أنا بالنسبة لي أنا اللي خاصة على المستوى الفني نتكلم عليه علش وقتشوف أنت مثلا قوة الضربة في الإسبيغانس السناء هي وسط الميدان خاصة هذين متكوون مثل الفارتة يعني الإسبيغانس حاضرة مثل الفارتة السناء زاد عليهم فرجيني سيسي يعني زاد تقويت في الإتوال اللي لكومبوزيسيون تعمل لوتيرا عنده تروازون تخدم بين الأحمر وبنعمر مساكني سا فيه بريسك تروازون تخدم بريقي يخرج كومي نحن نحن تتبدل الإفكتيف يتبدل يصابات كبيرة برش هو سيطو هذي أنه في منعرجات مهمة مخلطناش في أحسن حالاتنا على المستوى اللعبين الموجودين مع تقبيل نحكي يعني الصادق مثلا الغندري أو أحمد خليل وعيدي وغازي العيادي هذو هم تلمدوا حتى مباراة مع بعضهم إن المباراة هذي معدها اللي هما يجموا يعطيوه برشة يكليب في مليو التيران لكن هذه حاجات مستجدة صارت لكن أنا نتكلم على أكثر من هكا أعمق من هكا نتكلم على الوقت رأوا باش تعمل جمعية يجب ما تعمل إن سيكل مهم في التعايش مع بعض في التمارين مع بعض في المقابلات مع بعض ينهزم باش يصلح أخطاءه ينتصر باش يبني عليه هذا كل يعمل إن كاراكتير متى جمعية اللي هي قادرة تنفس في مثلا السنة جاية على البطولة هذي مهم اثنين اللي هو مهم برشة أنه في الفرق الكبيرة هذي منتجها منتجها كان بالنتاج وهذي حاجة لابد تعمل معا هذي جيت شو نقول لك شو قلتك معناها بجاري نادي الإفريقي لا 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 يطلبوا منك بطولة من العامل الأولاني معناها شو بشو تطلبوا مدرب متاع شوف الهناء لابد يقول لك دواتات رياليستي رياليزابة وهذي سي امورطان من ذا فما الكلام المحب المشجع اللي في برشة اموسيو فما كلام متاع المدرب المسؤول اللي في برشة هيقلانية وهذه الخطاب اللي يزمن نتكلم به حتى يوعى به المحب المشجع اللي هو شغوف بالنتيجة على الأن بالنسبة لي أنا نادي الإفريقي عنده أبار لشامبيونات عنده أهداف أخرى هدف متاع الكأس وعنده هدف متاع الكاف الهدف متاع الكاف كان أول ما بدنا أنه لا بد ندخلوا لدور المجموعات تخلنا طيب لابدنا إن شاء الله نترشح للربع النهاي وعنده نصف نهاي محمام لنف اللي أنفيز لفينال كوب تونيزي هذا ما جوز أهداف يقدروا يعطيوا إيم بوفيد أكسيجين على مستوى النتائج اللي يلوج عليها ومنحقوا المحب وذي أمبرتو كتحكي كتحكي على العام الجاي عام الجايش هبلي اللي بشكون موجود في النادي الأفريقي شوف أنا العقد العقد ينتهي في الاجواء عام 2018 بضبط العقد ينتهي في الاجواء عام 2018 افتحت قوس مهم برشا هو متع نهاية الموسم وين تكثر برشا كلمات لأنه فيما برشا متداخلات في نهاية الموسم وذي موجود فيما تدخل متع لأنه فيما دي سنتر دانتيري اللي هم مهمين في نهاية الموسم لابد من تحريكهم حتى يوقع الاستفادة منهم اللي هم الانترنور اللي هم اللي جواغ واللي هم اللي هم اللي هم يخلصوا كيما الديليجي كيما الديريكتور سبورتي هذو ما لابد تصير فيهم حاجة تتحرك باش الطرف الآخر يستفاد الطرف الآخر يجب يكون مسؤول آخر البرأ يجب يكون مدرب يجب يكون أجن وذي اللي قاعد تصير وذي اللي صار للي أنا في الأسبوع الأخير أنه شيئا اللي اللي أفضل وشيئا باش الدبي بالنسبة لي أنا شيئا اللي اللي عنده عروض هذا عادي لأنه أي مدرب أنا خرجت لدبي من ندرب في ملعب القيبسي نعم زدت بعد ملعب القيبسي ندي بنزارتي ندي سفاقسي وندي إفريقي يعني عادي أنا بش جيني عروض لكني بش وقعت ولا بش تفاهمت ولا بش حتى حكينا في الأمور المادية هذا كل ما فهماش أنا مركز على الهدف بتاعي هو إنهاء الموسم بصيفة إيجابية في النادي الإفريقي وهذا أهم شيء بالنسبة لي أنا في المرحلة هذه هو التركيزي كامل أنا وملاعبيتي أكثر من هكا قبل أن تكلمنا على الحالة متع اللاعبين بين الضغط متع نهاية الموسم متع حتمية النتيجة الإيجابية في المقابلة الأخيرة لكن ما حاجة ما قلناهاش أنه الأسبوعين الآخرين هذوما يتعدون برشة جوارات أننصية في برشة بلايس هذا سابيرتورب سابيرتورب قبل أن أجبد وجدي على نقطة مهمة متع خريق بن مصطفى وجاوبتو أنا خطر يفو أنتسيبي على الجوار رغم أنا أعتبر الملاعب اللي عنده الكونترام بتاعه في 2018 بالنسبة إلى نهاية معانتكين وإلى نهاية عقد عنده بقاءك في ندي إفريقي مرهون بالهدف القريب لكأس تونس مثلا الله يقدر عليكم ما تهزوش كأس تونس تنجم متغادر ندي إفريقي معناها أكيد في بطولة تكمل ثالث تخسر كأس تونس نهاية كأس تونس أو نصف نهاية عندي مبدأ مهم برشة معز نتعمل به وقلت قبل ونعود نذكر به لما نشتغل في فريق كاني بشن نهي كاريري فيه لكن اللي فاليزمتاي حاضرة بحض الباب بالنسبة لي أنا جيت ندي إفريقي عندي حتمية النتاج النتاج خلينا نقوله كنتجم تكوش معقولة ولا ما هي لوجيك في شامبوناء لكن يجب أن تكون لوجيك في دوتر الكمبيتسيون اللي هي جوابا بالنسبة لي لدينا دمي فينال كوب تونيزي حتمية النتاج لنقى روحنا في الفينال تكون موجودة محترام بين المنافس مش مالات نقل من شأن المنافس لا لكن نعطي في بوتانسيال ولا نعطي في مسؤولية لرواحنا باش نخوذ دمي فينال من أجل الترشح للفينال لا هروب من ذلك في ماتش كما هذا ويجب شاب لليق روح البر هذا بالنسبة لي عادي جدا لذلك أنا مستعد لما أتحذر لأني أملا بيتي خطر جيدا جيدا لدي جيدا قد تكون لدي جوار في الشامبينات تونيسي لكن لدي جوار لدي أملا بيتي جيدا ويجب شئة مهمة في الجوار هنا هناك مهمة هي محل محل قبل التطور في المجموعة التي لدي محل محل ويجب شئة لدي لدي لعبين في وسط الميدان اللي هم مهمين برشا فيه ثلاثة لاعبين واحد من عام 94 اللي هو أحمد خليل 95 غازي نادر الغندري 95 ولا يكاورو 6 عطو 60 ولا يكاورو كميرنا فتحي غازي العيادي من عام 96 ثلاثة لاعبين اللي هم يمثلوا خاصة المستقبل القريب تواسط الميدان في نادر إفريقي لابد أنه أكثر تجربة لأنه اللاعبين وسط الميدان خاصة بالعمر يخضر أنا نذكر خالد في 29-28 عام 30 عام تيت إليستري لا جماتوريتي هذا هذوما ملاعبين قادرين تبنى عليها لكلب أفريقا في القريب العاجر بالنسبة للعياد تعمل أنت فان سيزان تعمل إن بيلون البيلون هذيك يعطيك شنو من النقاة سمتها كل موسم هذي تزيد عليه بالإضافة مع المحافظة على اللاعبين هذوما مع الاستقرار الفني والإداري رأى أنه المستقبل القريب لكلب أفريقا وهذا متأكد منه إن شاء الله هذي مهم باشا لنا مبارح تصديق لكلام شياب جمع الفات قبلها كنا نحكيه في الموضوع ذي وقت نحكيه على كلب أفريقان قلنا ما تفهم بروجيه متاعي كيب مزيانة فهم يكيب قاعدة تتحط يجب نعرفه كيفية تعامل معه يجب كيفية تتطور يجب الحاجات اللي جابية يستحفظ عليهم لأنه عم جاي النادي إفريقي بيش يكون من أحسن الفرق اللي حكاها وقتها فتحين الذكر يقول اللي لأربع جمعيات النادي إفريقي بالمجموعة اللي عنده مش مشي البعيد النادي إفريقي كيف كيف الترجي والواحد عم جاي بشوفه بطولة تعتبر ندي إفريقي ضحية التحكيم تعتبر ندي إفريقي ضحية من ضحايا التحكيم في الموسم في الموسم هذا شوف خلييني نقول لك حاجة أنا لأنكم تظلمتوا برجة مرات نجم سجلتوا هدف ما حسبوش حاكم زوز هدف متش الترجي رضي تونسي يتساجل عليكم مدف تسامل خاصة جيت في أوقات ومعا منفسين اليوم يعتبروا بلزماء مباشرين معناتها وفي أوقات صعيبة بالإكزامبل نذكر أنا شكون قال ما حقوش شيئ بالليلي بدأها هكا الانتام متع الاسبرانس وبدأ خسر شيئ بالليلي واحد أنا نقوله أنا نقوله في الثمانين في المية وخمسة وثمينة في المية من البطولات العالم من كل اللي يسجل الهدف له له الفيز ما يخسرش المباراة بتاعه ما يخسرش المباراة بتاعه هذا الصندية استاتيستيك غير فهم الردة الفعل موجودة لكن الفعل هو أهم الردة الفعل لذلك وي ما خلاله إيش نفعله كان السيد اللي يحكي على أنه ما رفش نبنى نبدأ أنا المباراة كان يوريني كيفاش نبدأ المباراة وأنا فيه واحد سفر خير لا ولا سفر سفر خطر بونت مستهدف تعتبرني مستهدف من التحكيم ولا أخطاء عادية تصير في أي مباراة معنات أنا رأى أعمق من هكا أنا ما تكلمش أشوف أن الدليفريقي ظر ظرينا بكنا معنا خطر في بعض الأحيان رأى حتى لما تشوف أنت أهلات بتاعك قادر توصلك للمستوى هذا فهم حقيقة الملعب بعض الأحيان تتجاوز المستوى اللي أنت خطط له هنا ما خلوناش نجاوزوا المستوى اللي خططناه شكول اللي هنا أنا مش أدخل أعمق من اللي يمكن ناس كل تستنى فيها أنا نقول حاجة في كل بلاسة في العالم في كل وقت في العالم فما أنسيك اللي يمشي ملعين ديناميك تمشي لكنه شكول يسير فيها اللي مجهول فمن ديناميك سيرورة تتعمل تتعمل أحنا طوى نتكلموا على الكورة كأنني بمعزل على المجتمع نحن المجتمع نحب وننكره فيه الفساد وفيه العنف اقتصادنا فيه الفساد وفيه العنف كامل أركان البلاد فيها العنف فيها الفساد فيها اللي نقولوا نحن فما شكونا أنت بارانتويا السمحين في الكلمة يقولوا الغورة موجودة هذي قالوا ما شكو حمل مسؤولية المسؤول اللي قريب على الكورة لا المنظومة بتاع البلاد ككل هي اللي حكمت على الكربو أفريقا باش السناء الحلمة ما تتنجس الحلمة ما تتواصل حتر هذي مهم برشا حابتكلم على حاجة أخرى بربي سامحوني بشرفتها قوس على العنف لأنه مهم برشا شوف أنا في كان ليه تصريح بعد مقابلة سفيقس وهنا خلينا نوضح لأنه فهم الناس ركبت على الأحداث أنا والد طيب المهير أنا والد سفيقس وأنا والد حالية عيناية قبل أن ندخل محيط قرد نتفرج في سفيقس وبكيتني سفيقس وفرحني سفيقس وبرشا ندمين عليك في سفيقس رو كانت تعرف ولم نعرف كانت تعرف ولم نتعرف أنه برشا ندمين أنك غادرت النادي رياد سفيقس أنا حسب أعتقد يقول معتها الانجاز اللي عملوا شهاب اللي اللي عمناه 26 انتصار معتها في النادي سفيقس حطم كل الأرقام القياسية اللي بتعمل في الكرة كلمة عن العنف بعد فتح عدو مهم برشا خاتر وقت تكلمت أنا قلت انحطات وقتصار البيبس وكل جمعوا لا ما تكلمش عن المحب والمشاشة بتاع سفيقس أنا كان سفيقس الطيب المهيري بالنسبة لنا تياترو لكن أنا نتكلم على السيد اللي استعمل العنف ضد أي لاب ضد المدرب أنا كن يبدأ خويا موجود في التريبين ويعمل اللقطة هذي كنسميه من حق هنا الشعبوية بتاع الخطاب شكومش تكلم على الكرة شكومش يدافع على الكرة أما أبناء الملعب إذا ما تدافعش عليه وجدي وخالد لهم لاعبوا الكرة والناص اللي هو لعب كرة والأنا مدرب ولعبت كرة شكومش يتكلم على المثاق الرياضي أنا تكلم عليه قالوا بالنسبة لنا اللي صار في طيب ميري واللي صار في رادس من العنف لفظي ومعنوي مادي هو منحط ولا بد من التعامل معه على أساس أنه هو منحط والله فتح والله نسمع في سي شهاب كلامه حلو برشا تبقى برشا ديبلوماسية خاصة في الحديث على الظلم الذي سلط على النادي الإفريقي عرب بينا يسر معناها فاذا كواقع أخوه فتح لا لا أنت عربت بينا معناها المنظومة الفسادة على البلاد هو اللي خل النادي الإفريقي ماي فهو منظومة إذا كنت رأى في الكورة حشنا في المنظومة الأخرى أنت ديبلوماسية لا 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 رأى الأشياء أثر عمقك نحترم رأيك معناها شهاب عنده ستشهر هو الإنسان يولد كأن حي جديد ستشهر مهكو عنده لا هو عنده ستشهر حتى سبوع ما خلتش مخلتش ستشهر ما يعيش معكيه كل حمامة ما يعني الله يرحمه قد متعزينا يودي يزي رأى ومش باية رأى فما جمعيات رأى فما جمعيات تضحك على حمامة فاتحي شمبي قضية بالعكس معناها بالعكس أنا ريتا قلت صورة حلوة لتونس نحكي على شهاب اليوم شهاب صحيح للعقد متاعي في نهار 30 جوان 2018 لكن العقد متاعي وانا متأكد شهاب اليوم توا مع رشوة بشي يقعد ولا مش في يقعد لأنه شهاب نهار 30 جوان 2017 فما في العقد متاع وشارط يخوّر لهو يمشي ولا ندل الفريق يقول له في الأمان عشان قول قلت ستة شهر ستة شهر خدم خدمة خدم خدمة قاعدين من نشوفه شهاب يخدم في خدمة حلوة دوير مواصلة لخدمة قيس العقوبي مواصلة معناها في فريمون فما واضحة ظاهرة معناها لأنه للأمانة قيس مننساوش لكلوب وين كانترا عمنا يورت تذكر البلاتويت لهنا مسلم الريح يدخل ونادي الإفريقي كان في وضعية كارثية لكن مننساوش من فباف وره مموار كورد اليوم شهاب أنا متأكد معناها وأنه معه مقابلات الكاس مصيره سيحدد هل أنه هذا عادي هل أنه هذا عادي وهو يحكي على برو جي ويحكي على ملاعبه 94 على برشة حاجات معناها في النادي الإفريقي يقول لك أنا النجم نوصل بيهم ولكن هو ما يعرف شروعه قاعد ولا مش قاعد وهذا نعتبره أنه فما فلو في عائلة النادي الإفريقي فما الضبابية في عائلة النادي الإفريقي يا فتا في جماعية الكلة ذا بترشروع قاعد والمشقاعد مثلا أنت والترجم نجم وعبها أمورهم جمعية ترجم ونجم بدلوا المدربين متاحهم وسط وسط السيزان الترجم والنجم بدلوا في الاستمرارية معناها وقت اللي مشاها مشاها نوتر بالي عرفوا أن المدربة ذاك اللي بدلوا مهوش خائب كي تنحي الترجم بدل سي سوية ترجم كان لول وبها يحبي باس نوتر بالي كي سي فوزي البنزارتي تنحها أعطاه لهم ماكسموم للنجم هزي معها كل شي طار الكيف ما عادش نجم بيخدم في النجم السيح فلا يفعل استقرار على مستوى الإفكتيف وذي هذا يا بورطة الإفكتيف هو أبيدو الإدارة هي أبيدها وليها فيزيبليتين بتاع الإدارة واضحة في النادي الإفريقي وهذه مشكلة كبيرة متاع النادي الإفريقي الناس ما تعرفش غدوة شفهمها هل أنه فما جلسة عامة أنت أنهر 18 شجوان هل أنها تقييمية هل أنها انتخابية هل أن الناس لي مريح يماشي هل أنه ملاعبين بشي صح ووجدي كان يحكي لك على واحد من ركائز متاع الفريق وبرشة من الركائز معناها فيزيبليتين إلا تتوضح إلا لو النادي الإفريقي يفوز بكاس تونس ربما يتونس كل تتلم ولكن اليوم ما تنجمش فريق في حجم النادي الإفريقي في تنوحات النادي الإفريقي بل فكتيف لديه عند النادي الإفريقي وممكن أنه يتعزز بهذا الكل رأوا سديو تقاشي اليوم في النادي الإفريقي النادي يتقاشي لأنه ناستخدمت عرش غدوة شوهما خلافا للتراجي والنجم الساحلي وهذا الفرق ما بين النادي الإفريقي والتراجي والنجم الساحلي المسؤولية هي إدارة النادي الإفريقي منطور حط النقاط على الحق هو نحب يقوله فتحي مع تفهمة ضبابية في القرارات وخاصة من رئيس النادي الإفريقي بصراحة نقوله تسميه الأسماء خطر هو يرى وتحب ولا تكره معز رئيس النادي في كل الفرق التونسية صحيح فهم إدارة لكن ديما رئيس النادي هو يكون القاطرة التي تجم تهز الناس كل المشكلة في النادي الإفريقي الضبابية توجد فيه أكثر من مرة فيه أكثر من موسم نشوفوا قد يش من جلسة عام شوفوا رئيس النادي إفريقي في كل في كل مرحلة صعيبة يستقيل ونعملوا لجنة ولجنة مؤقتة هذا الكل ما يخليش الاستقرار اللي يحكي عليه فتحي ما يخليش الكورة تمشي منظمة أنا النجمة نقول أنا يا أخو يا سيشياب الليل يا لعبين أنتما رأوا مهما كانت النتائج نوصلوا لدور نهائي ولا نو هذه الوضبجيكتيف أنا رأني يا سيشياب النجمة نحمل ورأوا الفرق الكل بدون استثناء معنا فما أنا أقول لك المشكل ما بين اللي يعرف سيير كورة والمعش كورة تقييم الموضوع يمتع الأداء الفردي والجماعة يمتع فيسر الفريقي مقابلة في الدور الأولين متع المجموعات عشرة مقابلات وفي البلايوف مزال ماتشبر ثلاثة مقابلات كيس وخمسة مقابلات في الكاف حتى اليوم عنا براتيك 32 تقارب اللقاءات تلعب سورتوك قربة الكاف بسطاش اللعب الفريقي بدأ من الأول سوران تريبا وريتم كمال الثاني كان لولاني قبل التراج يقبل لدرنير جورني ما نساوش بعد مرباح الدربي لولاني واحد بلاش تخلي البلايوف تخلي يلقى روح دي جور لاندمان انديكابي معنا انتي جيت وقصيت لجوان تقول لي انتي جورية تحبوا ويخرجوا واللزوك بشيخرجوا وبالسيف يحبوا ويخرجوا حدا دي دي بان جيت وقفر مزيانة في دي جان ماشي يحترف ربي معاه ان شاء الله يلقى الخير سرار في قلق سيير كان في فرنسا نيس كيف كيف متفهمين وسلات يمشي للسعودية ثلاثة ركاز منهم دوز مليو أوفنسيف ومنهم اللي بناء عليهم من النادي الافريقي في الستة وسبعة مباريات الخرنين دوز اليوم تطلب انتي من مدرب مش نشكر فيه معنى تطلب مدرب دوري مرة أخرى لفورمول وصورتو عمرك تلقى خالي والغندري والعيادي مبعف ويسيم بليح دوز كون دي ما عندك لديك 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 ثلاثة بيان إسانسيال في وسط الميدان الحاجة التي تغرر بكثرة الفرص التي خلقهم باللعب الفرجوية ويأتي في بعض مدرب حسب تقديري المتواضع يرجع لعبة متوازنة أكثر دفاعية وقلناها برشة مرة انتروازين مليو مالورزمو دوبر لبليسور دوبر لبليفورم هو حاضر معهم يعرفهم سلتو في ماتش الإسبرانس الخراني ممسي الظروف التي جاءت النادي الفريقي بدأ ربح مع السي 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 تبعني بالقدير خسر ماتش كونتر الإسبرانس يجب أن يخسر في الميدان استحق بشيخص خسر ماتش كونتر الإتوال في سوسا يجب أن يخسر ونشك الاختلاف فيه الكورة في الميدان لم يستحق ربح يلقى روح وعنده ثلاثة نقاط ثلاثة هم أمنوا وأمنوا رجعوا ربح وعندما يجب أن يربحوا مع بن جردين وعندما يلقى روح وبعد الفاس قليل بعيد بونتو عن النجم وبعد زوز بونتو على الإسبرانس هنا تقليق ما صار هنا كلمة في النبو كالفزيك ما تبعت كار ورباح ماتش سيساس خلق الفرصة في روح ماتش سيساس وخلق برش فما حد فما كامل بالحد روزيك قام معوج اليوم تفصعد سيق ومالعب حد بونتو فما حد يا برسون روح تقا هو السنتران الوحيد الموجود روح معناها كان عيفا ولا جزير يخذون ترزين كارتون كيرثة كبيرة سمحت كيف برش نكمل علي العابدي عطاه شحنة كبيرة للهجوم وعاون برشا وكل شي باب بالخيثر والعابدي ويستل ترنيم عكشوك لعبوا ماشوات كل نادي الفريقي من وجهة نظري أني إلوري ميو كان ينجم معناها يتعامل خير مع ماتش الدربي حتى ماتش الدربي يقضالوا على أحلام ومامسيف هم برجة غروب خاسجية كامل وزدي بعد شهي بلخص كل شي ويجاوبني ممكن شي هذا أنا شوية يمكن بورفير لبيلان صحيح اخرج سرار لكن العابدي يقعد يقدم في مردود جيد ويقعد يقدم في مردود جيد هذه حاشة ثانية تحكي على البروجيت جون تاعك شي هب وذي شي مهم بل كانت المشكلة متع الدفاع متع نادي الافريقي هي خاصة في اللاكس سنترال كانت نقطة ضعف الدفاع متع نادي الافريقي تاولا حظنا وانو اللاكس سنترال اللي في العيفة والجزيري وخاصة بوجود جزيري قاعد تم في اللاكس لكن من رغم هذا الفريق يقبل عشرة أهداف في البليوف عشرة أهداف عدد كبير مقارنة بالمنافسين بتاع كما تقريبا تراجي جوز هذا يقبل الهدفين بركة دونك اظنوا انو المشكلة في المنظومة الدفاعية لدي الافريقي مش في أفراد بح واش دونك نا اذا كان المنظومة الدفاعية منشعدش البروشي وانو كلمة ختام وانو كلمة ختام معاتا انا ما نقللش من الملاعبية اللي اللي جاونا كما نحكيه على سليمان كشوك كما نحكيه على وسامة الدراجي لكن انا نتكلم واختي نقول مثلا الصادق قال خارجوا ثلاثة ملاعبية نتكلم عنها استابليتيرا معاتا بالتسبة لي انا نخير يبقى عندي ملاعبي يتدرب عندي سنة كاملة وهو مستوية ثمانين في المئة خير ما يبدأ عندي بلاعبي مئة في المئة ويتدرب عندي شهرين ويخرش فهمتني ما نقصد معاتا يزم فهمها إنستابليتير وذي اللي حكينا فيهم اللون أنه ناقص لكيب أفريكا استابليتي تيكنيك وذي هو البرز امبورتان لكن جيوك دمامو دماتشوات اللي تعدي دميتان اكسبسونال شوف ما تماش شوف ما تماش اللعب 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 من أجل اللقب يجب أن يعمل 25 مقابل على مستوى عالي جدا لذي بداية بعد شبرا ما اختبئنا للمستوى اللعب اللعب وذي عمل اشترك كما كل المواطن كما كلما اللعب 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 و هو بأن تتعامل مع مشكلات اللعب هذا مشكل منحدهم Жحان إنَّ أريد مشكلات بالعبة ذاكريات الرقensitive اليوم الحقيقي يجب تكون الطبيعة يجب ذلك بال العارفات انهم يملوا أن يرяхفروا إن Penاء ي développement فإن ترازي المستواب فإن ال 들어보자 حب هذا. كما مثلا في البرح ربحنا وخطأنا. لكن تصلح وانت ربح أحسن من اللي تصلح وانت خاصة. وهذا أمبرتو. كما قلت فانتسيزان كي تبدأ إيجابية. تكمن في البروجيت دجير متاعك وتكمن في الاستقرار متاعك. وهذا مؤشر. على ذلك احنا قادين عاقدين العزم أنه وهذا يسي باكت عملينا الداخل في الفيستياغ نحن الملعبية أنه لابد من إنجاح نهاية الموسم وش نحط في البرسية على رواحنا لكي نحفظ في رواحنا قادين نحفظ في رواحنا أنه العبرة بالخواتين كنلو في هنا ثنين نهاية الموسم فيها دوز أبجيكتيف اللي لابد أن نعمل حاجة لجمهورنا نعمل حاجة لرواحنا أنه لابد من نهاية الموسم هذه تكون إيجابية بأن ار Hang guys أَوْمَا يَجْوِيكتا أنه يابد من نهاية الموسم لا تتكيزة ثوابت لا خليكمل رأوا لقاعد يعمل الفرق لقاعد يعمل الفرق في الأندية التونسية هو الاستقرار خلينا من حاجاتك الجانبية اللي نحكي وعليها ديما أنا خلينا نحكي على التكنيك الاستقرار مهم برشا في الكرة وعمل الوقت مهم برشا في الكرة شكرا لك شهيب الليلي النادي الفريقي بالحق كانوا معناتها الطريقة اللي ندوا بها ولا حضروا بها الملعب في رادس معناتها كانت طريقة حضرية تأكد انه بالرغم التجاوزات اللي صارت واللي عرفناها في المباراة هذه صارت في الدربي معناتها الطريقة كانت حضرية معناتها وصلوا مساج ممتاز وهذا مش غريب على جماهير نديف شكرا لك شهيب الليلي شكرا لك شهيب اللي نشكر شهيب لانو ما عشي عندنا وقت ندي الفريقي بش نطمنوا معناها جماهير موش بعيد برشا عن نجم وعالترجم شكرا لك شهيب الليلي على حضورك معنا اليوم بالتاس يا عافو شكرا لحضورك معنا ناخذ فصل قصير شكرا لك 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 ش